نساء أثاروا الجدل على محمد صلاح وعملوا الوجع دماء صدق أولاد صدق مع الصحفي أحمر جداية أول صورة هي الصورة دي للسيدة اللي ظهرت في ملعب مباراة ليفربول الأخيرة واللي حضرت محمد صلاح وتحدثت وسائل الإعلام أنها زوجة صديقه لاعب ليفربول اليوناني الجنسية والبعض قال أنها والدته ومش زوجته ومن السيدات برضو اللي أثاروا الجدل حول محمد صلاح ودي عارضة أزياء برازيلية ظهرت مع محمد صلاح على غلاف مجلة أزياء عالمية اسمها جيكيو وساعتها اتهاجم محمد صلاح كدا ومن البرازيل إلى الهند صورة محمد صلاح في الجم مع ملكة جمال الهند دينا عملت له جدل كبير وكانت الصورة في عام 2021 ومن الصورة اللي أثارت الجدل برضو صورة محمد صلاح مع الممثلة المصرية ديانة شام وكانت الصورة على أحد الشواطئ وكان لبس ديانة شام مسير للجدل وتسبب في موجة انتقادات كبيرة لمحمد صلاح وفي دبي البنت دي تسببت في جدل كبير لمحمد صلاح رغم أنها فتاة في برحلة المراقة وده اللي أكده محمد صلاح لدرجة أن والدة محمد صلاح عملت له رسالة وقالت له فيها على واتساب لو أنا شفت بوك بيحضر الحض ده هعمل له خلع ودي كانت نص الرسالة اللي بقت تريند حتى في الصحافة الإنجليزية ونشرتها مجلة The Sun و The Mirror ودي كانت صورة عام 2019 أثناء معسكر منتخب مصر لما فتاة مراقة راحت لمحمد صلاح وحضرته لما شافته وطبعا تصور معها والصورة عمل الجدل كبير الناس استغرابت تصرف محمد صلاح لأنه في عام 2019 يعني قبل سنتين ومعظم الصور اللي فاتت دي رفض أن مزيعة تحضنه أو تقبله أثناء احتفاله بفوز فريقه بنهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام ويمكن أكتر ست أثارة الجدل على محمد صلاح كانت الست الأولى اللي ظهرت معاه في عام 2012-2013 وهي مقدمة جائزة أفضل لاعب في الدوري السويسري واللي قدمت الجائزة لمحمد صلاح لما كان بلعب مع بازل وقبلته وطبعا الجماهير هجمته جدا يا ترى شايف أنه من حق الجماهير أنه تنتقد محمد صلاح لو عمل تصرف زي ده ولا شايف أنه من حقه عادي يعمل اللي هو عاوز يعمله باعتباره لاعب محترف في أوروبا وطبعا عادات وتقاليد الأوروبيين غيرنا اكتب دراك في الكومنتات